إلى ذلك أكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب أن الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى أيده الله جعلت مملكة البحرين نموذجا رفيعا لدولة الإنسانية ومجتمع التعايش والتسامح ارتكازا على الثقافة الوطنية الأصيلة مشيرة معاليها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنسانية الذي يحمل هذا العام شعار سباق من أجل الإنسانية أشارت إلى التزام مملكة البحرين بالمبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان وما تشكله من ركيزة أساسية من ركائز المسيرة التنموية الشاملة والجهود المتواصلة والمستمرة للحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدة معاليها بالدور الإنساني الرفيع الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في رعاية الأيتام والأرامل وإغاثة المحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم دون تمييز وأكدة معاليها حرص مجلس النواب على تطوير المنظومة التشريعية في مجال العمل الإنساني باعتباره من ركائز النهضة التشريعية الشاملة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر